ما هي أفضل الجامعات الروسية في مجال الصحافة؟ سؤال هام في حياة كل طالب ودن يكمل دراسته في هذا الاختصاص والإجابة في هذا الفيديو مرحبا بكم في قناة ديبلوموفيتش معكم عادل قلعي خبير في التوجيه والإرشاد الجامعي لا تنسوا بأن تقرأوا المعلومات الهامة في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو والآن نتعرف على تصنيف الجامعات الروسية من قبل وكالة تصنيف روسية لسنة 2022 و2023 التقييم الجامعات يعتمد على تحليل المؤشرات الإحصائية ونتائج الاستطلاعات عبر الأنترنت من الطلاب وخريجين وممثلي الأوساط الأكاديمية والعلمية وأهم شيء ممثلي شركات أصحاب العالم تقييم الجامعات تستخدم ثلاثة معايير رئيسية وهي كالآتي أولا ظروف الحصول على تعليم عالي الجودة في الجامعة ثانيا مستوى الطلب على خريجي الجامعات من قبل أرباب العمل ثالثا هو مستوى النشاط البحثي للجامعة والآن نتعرف على أفضل عشرين جامعة روسية في مجال الصحافة قبل ذلك نتعرف كيف سيكون ذلك نقطة الاستفامية والترتيب الجامعة من عشرين إلى المرتبة الأولى موقع الجامعة الرسمي وأنصحكم باستعمال اللغة الروسية وإن كنتم لا تعرفونها في الوقت الحالي وذلك باستعمال جوجل للترجمة الفوري والسؤال لماذا؟ لأنه باللغة الروسية في الموقع فيها أكثر معلومات وتفاصيل عن الجامعة وعن اختصاصكم بالمقارنة باللغة الأنجليزية وفي الأسول سيكون اسم الجامعة باللغة العربية والآن فلننطلق ونتعرف على المرتبة عشرون وهي جامعة باشكير الحكومية المرتبة تسعة عشر الجامعة الاتحادية للشرق الأقصى المرتبة ثمانية عشر جامعة بلخانوف الروسية للإقتصاد المرتبة سبعة عشر جامعة موسكو الحكومية للغات المرتبة ستة عشر جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية وهي جامعة وطنية للبحوث المرتبة خمسة عشر الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية المرتبة أربعة عشر الجامعة الاتحادية الجنوبية المرتبة 13 الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي المرتبة 12 جامعة البولي تيكنيك بسانت بيترسبورغ للبوتروس الأكبر المرتبة 11 جامعة الأورال الفيدرالية باسم أول رئيس لروسيا يالسن المرتبة 10 جامعة مدينة موسكو للتربية البيتاغوجية المرتبة التاسعة معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية المرتبة الثامنة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية المرتبة السابعة جامعة تومسك الحكومية للبحوث الوطنية المرتبة السادسة الجامعة الاتحادية بكازان منطقة الفولغا المرتبة الخامسة جامعة الصديقة بين الشعوب في روسيا المرتبة الرابعة الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة والآن توب ثري وقبل ذلك أود أن أوفر لكم رقمي الخاص على التليجرام وعلى الواتساب زائد سبعة تسعمائة وسبعة وسبعون ثمانمائة وتسعة ستة وثمانون سفر ثلاثة وهذا لطالب استشارة حقيقية بدون نفاق وكذب عليكم إذن نتعرف على المرتبة الثالثة وهي جامعة سانت بيترسبورغ الحكومية وفي المرتبة الثانية المدرسة العليا للاقتصاد وهي جامعة وطنية للبحوث وفي المرتبة الأولى في المجال الصحافة هي تحتلها جامعة موسكو الحكومية باسم لومانوسوف إذن لا تنسى بأن تكونوا كذلك معنا في قناة التليجرام اسمها ديبلوموبيتش ولتسهيل أموركم عبر الهاشتاك وكلمة البحث وتجدون كل الفيديوهات عبر كلمة المفتاح ولا تنسوا كذلك بأن تقرأوا المعلومات الهامة في صندوق الوصف وللحصول على مثل هذه الصورة في آخر المشوار الدراسي الجامعي في روسيا إذن نصحتي بأن تختاروا هذا الاختصاص الذي أنتم تحبونه فقط بدون أن يكون أحد الأقارب يدفعكم لذلك مهما كان هو قريب منكم شكرا لكم على المتابعة وادمتم بخير ترجمة نانسي قنقر